بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين طلاب وطالبات الصف الثامن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درس جديد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات ضمن الوحدة الثانية من الفصل الدراسي الثاني معالجة البيانات سنواصل خلال حصتنا اليوم الجزء الخامس والأخير من الدرس الثاني المخططات البيانية والصياغ الحسابية والدوال أهداف الدرس أن يستخدم الطالب الدوال النصية في جداول البيانات إكسل سنتعرف الآن على بعض المصطلحات الجديدة التي سنستخدمها خلال الدرس هيا رددها معي المصطلح الأول Formulas صيخ المصطلح الثاني Function Library مكتبة الدوال المصطلح الثالث Left اليسار المصطلح الرابع Mid الوسط المصطلح الخامس Right اليمين كما يمكنكم أعزائي الطلاب الاستعانة بالكتاب المدرسي من الصفحة 122 إلى الصفحة 127 تعلمنا في الحصة السابقة كيفية تنفيذ العمليات الحسابية المركبة باستخدام بعض الصياغ الحسابية مع مراعاة الأولويات وحددنا أن الأولوية في إجراء العمليات الحسابية المركبة تكون للعمليات الحسابية بين الأقواس فمثلا في العملية الحسابية المركبة التالية أعزائي الطلاب الأولوية تكون للعملية الحسابية بين الأقواس ويعني قسمة 6 على 3 ثم في المستوى الثاني نقوم بإجراء حسابات الأسس أو القوة أي 2 قوة 3 ثالثا سيتم إجراء عمليات الضرب والقسمة كالتالي ورابعا سيتم إجراء عمليات الجمع والطرح طبعا أعزائي لتطبيق هذه العمليات الحسابية سواء كانت بسيطة أو مركبة لابد أن تكون البيانات في الخلايا المستخدمة على شكل أرقام نمبر ولكن ماذا إذا احتوت الخلية على بيانات غير رقمية فهل يمكننا التعديل عليها أو تنفيذ بعض التغييرات عليها بغاية المزيد من التحليلات على البيانات المدخلة في ملف إكسل هيا بنا أبنائي نكتشف ذلك سويا من خلال المثال التالي لنفترض أن الخلية في إكسل تحتوي على النص التالي وإذا أردنا استخراج آخر كلمة من هذه الجملة وهي كلمة حياتنا فيمكننا استخدام دالة left وتعني اليسار لاستخراج هذه الكلمة وإذا أردنا استخراج كلمة تكنولوجيا من هذه الجملة فسنحتاج إلى دالة mid وتعني الوسط لاستخراج هذه الكلمة أما إذا أردنا استخراج أول كلمة في هذه الجملة وهي كلمة أثر فسنستخدم دالة right وتعني اليمين لاستخراج هذه الكلمة نستنتج من هذا المثال الأخير أنه بإمكاننا تنفيذ بعض التغييرات في نصوص الجداول في إكسل بتطبيق الدوال النصية التالية الدالة الأولى دالة left وتستخرج هذه الدالة عددا من الحروف على الجانب الأيسر للنص في الخلية الدالة الثانية هي دالة mid وتستخرج عددا من الحروف من منتصف النص في الخلية الدالة الثالثة دالة right وتستخرج عددا من الحروف على الجانب الأيمن للنص في الخلية هيا بنا أعزائي نتعلم كيفية تطبيق هذه الدوال الثلاث أذكركم أعزائي الطلاب أن هذا الجدول يحتوي على إجابات الطلاب التي تم تجميعها من نموذج إلكتروني لاحظوا معي أن تاريخ الميلاد لكل طالب موجود في العمود C إذا أردنا تحليل إجابات الطلبة بشكل أكبر بناء على أعمارهم ليس فقط عبر السنة ولكن أيضا عبر الشهر ويوم الميلاد فيمكننا استخدام وظائف left و mid و right لاستخراج قيم اليوم والشهر والسنة من تاريخ الميلاد في أعمدة منفصلة المطلوب إذن أبناء الطلبة استخراج اليوم منفصلا عن تاريخ الميلاد في العمود D كالتالي ثم استخراج الشهر منفصلا عن تاريخ الميلاد في العمود E كالتالي ثم أخيرا استخراج السنة منفصلة عن تاريخ الميلاد في العمود F حسب رأيكم أعزائي الطلاب أي دالة سنستخدموا لاستخراج اليوم في العمود D؟ أحسن إذن اليوم يوجد في الخانة اليسار وبالتالي سنستخدم دالة lift أيضا في اللغة الإنجليزية اليوم يعني day الأمر الثالث عدد الحروف الموجودة في خانة اليوم اثنان لذلك عندما نقوم بالتطبيق العملي أولا سنستدعي دالة lift ثم نكتب هنا في مدخلات الدالة day C2 day ويعني يوم وC2 وهي الخلية التي تحتوي على تاريخ الميلاد ثم في عدد الحروف ندخل الرقم اثنان والآن أي دالة سنستخدمه لاستخراج الشهر من تاريخ الميلاد في العمود E؟ بارك الله فيك إذن موقع الشهر من تاريخ الميلاد في المنتصف وبالتالي سنستخدم دالة mid وتعني الوسط ودالة month وتعني الشهر عند التطبيق العملي سنستخدم دالة mid ونقوم بكتابة month C2 month أي الشهر وC2 ويعني الخلية التي تحتوي على تاريخ الميلاد وموقع الحرف الأولي الخاص بالشهر وهو واحد وعدد الحروف المراد استخراجها وهي اثنان أما لاستخراج السنة الآن فأي دالة أبناء الطلاب سنستخدم حسب رأيكم؟ ممتاز موقع السنة في التاريخ في الجانب الأيمن لذلك سنستخدم دالة right عدد الحروف المطلوب استخراجها هي أربعة عند التطبيق العملي سنستخدم دالة right ندخل البيانات التالية year C2 وعدد الحروف في السنة وهي أربعة هيا بنا أبنائي نشرح بالتفصيل الخطوات العملية لاستخدام دالة left الخطوة الأولى أدرج عمودا جديدا بعنوان اليوم واضغط الخلية D2 ثم اضغط على تبويب formula وتعني الصيغ الخطوة الثالثة من مجموعة function library وتعني مكتبة الدوال اضغط text نص ثم اضغط دالة left وتعني اليسار الخطوة الرابعة من نافذة function arguments وتعني مدخلات الدالة وفي مربع النص اكتب day C2 ومن صندوق num charge ويعني عدد الحروف المراد استخراجها اكتب 2 ثم اضغط على الزر ok واستخدم أداة التعبئة التلقائية لتطبيق السياغ على بقية خلايا هذا العمود الآن سننتقل للتطبيق العملي لهذه الدالة left في ملف اكسل في البداية لابد من التأكد ان تاريخ الميلاد في العمود C بتنسيق date يعني تاريخ اي بتنسيق غير رقمي لكي يتسنى لنا تطبيق الدوال النصيتي للقيام بذلك نضغط بالزر الايمن للفأرة ونختار format self لنتأكد من ان التنسيق من نوع date الخطوة الاولى الآن من التطبيق العملي نحدد الخلية D2 التي سنستخرج فيها اليوم من تاريخ الميلاد ثم نختار تبويب formula ومن مجموعة function library نضغط على text ثم من القائمة المنسدلة نختار دارلة left ستظهر لنا نافذة function arguments لكتابة مدخلات دارلة left في مربع تكست نقوم بكتابة day c2 ثم نغلق الاقواس ثم في صندوق num charts نقوم بكتابة الرقم 2 الذي يمثل عدد الحروف المراد استخراجها ثم نضغط على الزر ok فنلاحظ استخراج اليوم من تاريخ الميلاد في الخلية D2 لتطبيق الصيغة على بقية خلايا العمود نستخدم اداة التعبئة التلقائية أما لتطبيق دالة mid فإننا نتبع الخطوات التالية أولا أدرج عمود جديد بعنوان الشهر واضغط الخلية E2 ثانيا اضغط على تبويب formula وتعني الصيغ ثالثا من مجموعة function library ويعني مكتبة الدوال اضغط text نص ثم اضغط دالة mid ودعني الوسط رابعا من نافذة function arguments ودعني مدخلات الدالة وفي مربع النص اكتب month c2 الخطوة الخامسة من صندوق start new اكتب الرقم 1 وفي صندوق num charge اكتب الرقم 2 الخطوة السادسة اضغط الزر ok واستخدم اداة التعبئة التلقائية لتطبيق الصيغة على بقية خلايا هذا العمود لنطبق سويا الخطوات العملية لدالة mid في ملف excel الخطوة الاولى نحدد الخلية E2 التي سنستخرج فيها الشهر من تاريخ الميلاد ثم نختار تبويب formulas ومن مجموعة function library نضغط على text ثم من القائمة المنسدلة نختار دالة mid ستظهر لنا نافذة function arguments لكتابة مدخلات دالة mid في مربع text نقوم بكتابة month c2 ثم من صندوق start نكتب الرقم 1 وهو موقع الحرف الاول الخاص بالشهر ثم في صندوق num charge نقوم بكتابة الرقم 2 والذي يمثل عدد الحروف المطلوب استخراجها ثم نضغط على الزر ok فنلاحظ استخراج الشهر من تاريخ الميلاد في الخلية E2 لتطبيق الصيغة على بقية خلايا العمود نستخدم هداة التعبئة التلقائية هيا بنا أعزائي الطلاب نكتشف سويا خطوات استخدام دالة write الخطوة الأولى أدرج عمودا جديدا بعنوان السنة واضغط الخلية F2 الخطوة الثانية اضغط على تبويب formula وتعني الصيغ ثم من مجموعة function library ودعني مكتبة الدوال اضغط text ويعني نص ثم اضغط دالة write وتعني اليمين الخطوة الرابعة من نافذة function arguments وتعني مدخلات الدالة وفي مربع النص اكتب year c2 الخطوة الخامسة من صندوق num charts ويعني عدد الحروف المراد استخراجها اكتب الرقم 4 واخيرا اضغط على الزر ok واستخدم اداة التعبئة التلقائية لتطبيق الصيغة على بقية خلايا هذا العمود لنطبق سويا خطوات استخدام دالة write لاستخراج السنة من تاريخ الميلاد في ملف excel التالي الخطوة الاولى نحدد الخلية f2 التي سنستخرج فيها السنة من تاريخ الميلاد ثم نختار تبويب formulas ومن مجموعة function library نضغط على text ثم من القائمة المنسدلة نختار دالة write ستظهر لنا نافذة function arguments التالية لكتابة مدخلات دالة write في مربع text نقوم بكتابة year c2 ثم في صندوق num charts نقوم بكتابة الرقم 4 الذي يمثل عدد الحروف المراد استخراجها ثم نضغط على الزر ok فنلاحظ استخراج السنة من تاريخ الميلاد في الخلية f2 لتطبيق الصيغة على بقية خلايا العمود نستخدم آدات التعبئة التلقائية تعرفنا في درسنا اليوم على الدوال النصية left و mid و write وطبقنا خطوات استخدام دالة left من خلال مثال استخراج اليوم من تاريخ الميلاد وتعرفنا على خطوات استخدام دالة mid من خلال تطبيقها في مثال استخراج الشهر من تاريخ الميلاد وأخيرا طبقنا خطوات استخدام دالة right في مثال استخراج السنة من تاريخ الميلاد إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا على حسن الانتباه والمتابعة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المتابعة